وفي لقاء خاص مع التليفزيون المصري أكد أعضاء مجلس النواب أن الحسابات الختامية قد أثرت بالأوضاع الاقتصادية التي يتعرض لها العالم والمجتمع المصري في الأونة الأخيرة وقد طلب أعضاء مجلس النواب استرداد وتحصيل الضيون المستحقة للحكومة لدى الغير الحساب الختامي هو الحساب الكاشف لما تقوم به الدولة المصرية من نفقات ومصرفات وإرادات وبالتالي بنقف على كل زغيرة وكبيرة وعلى كل مليم من حق الشعب المصري أين يذهب وأين يتم التعامل معه هذه الألية هي التي منها ننطلق نحن كنواب الشعب في حرص شديد منه على أننا نبقى متأكدين أن كل مليم بيتصرف على الأقل في المكان اللي كان مقصص من أجله وأن مجلس النواب كان في الموازنة اللي قبلها موافق عليه كلنا مسؤولين عن دعم المواطن المصري بكافة أشكاله النهاردة نشوف الحساب الختامي للدولة المصرية النهاردة بنناقش إيه؟ بنناقش كل الإرادات والمنصرف طيب أنه إحنا بنقول إحنا بنحاول بقدر ما نملك تعظيم الصناعات في مصر تعظيم كل الاستثمارات الخارجية ليه؟ عشان تخلق جوا من المناخ الاستثماري اللي بيساعد على أن إحنا يكون فيه عملة صعبة داخل مصر أسنت على جود الحكومة خلال الفترة السابقة والحقيقة ده نعكس بشكل إيجابي على بعض المؤشرات الموجودة في الحساب الختامي زي مثلاً تحقيق فائد أولي بلغ 167 مليار جنيه تقريباً أو 164.5 مليار جنيه وده حاجة إيجابية جداً ما كانش بتحقق خلال السنوات البعيدة يعني